بعد ما شكرنا ربنا سبحانه وتعالى عن نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله 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 وآ رسول الله إذا لم تصاحب رسول الله ولازم عشان تصاحب رسول الله لازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل رسول الله ينتقل إلى الرفيق الأعلى جعله ينتقل إلى الرفيق الأعلى ليكون معنا دائما بروحه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول الحافظ بن حجر يقول ولذلك لما كان بيشرح حديث أنه ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد علي السلام قال ومن هنا نعلم أن رسول الله حي على الدوام لأنه لا يوجد نفس ولا طرفة عين إلا وهناك من يسلم على رسول الله فروحه دائما فالله سبحانه وتعالى أخرجه من ضيق أن يفهم إنسان أنه بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله فتعالوا نعيش مع رسول الله وأول حاجة نقدر نعيش بيها مع رسول الله مش الهموم ولا الغموم لكن نقدر نعيش مع رسول الله بالإيه؟ نقدر نعيش مع رسول الله بالوسط إن كل ما يتحرك شوق قلبك إلى رسول الله اعلم أنه سيكون أقرب إليك وأشد شوقا إليك منك لأن رسول الله هو الذي اشتاق إلينا قبل أن اشتاق إليه قال اشتاقت لإخواني اشتاقت لأحبابي فهنا بعد ما تدوق الحلوة تشتاق لرسول الله فأول حاجة تعملها أن تشتاق لرسول الله طب تعمل إيه عشان تشتاق لرسول الله مش تعمل أن أنت تحاول تخرج من حياتك ولكن أن تعلم أن رسول الله معك في كل شيء في حياتك وإحنا عندنا كل ما تشتاق يحصل لك لقاء مع رسول الله فيه كده دائرة اسمها دائرة المحبة المحمدية دائرة المحبة المحمدية تشتاق إلى رسول الله فيحصل لك لقاء مع رسول الله لما تصلي على رسول الله لأنه ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي فتلقى رسول الله لما تلقى رسول الله إلا يحصل المفروض يبرد شوقك لا والله كلما التقيت برسول الله كلما ازداد شوقك لأننا شوقنا لرسول الله لا يبرد باللقاء فكل شوق يبرد باللقاء لا يعول عليه فكلما التقينا برسول الله كلما ماذا؟ كلما ازداد شوقنا لرسول الله